السلام عليكم وست الله وبركاته وحيكم الله يا شباب اليوم رح نشرح المشكلة أن الروابط اللي تضغط عليها تفتح مباشرة في المتصفح وما تفتح في التطبيقات فلا تنسون إدمrium باللاعك والإشتراك ويلا نبدأ الشرح المشكلة يا شباب اللي تواجهكم أنه لما تفتح أي رابط عندك يفتح في المتصفح مباشرة فهذا الرابط الآن مفترض أن يفتح في تطبيق بنترست لما تضغط عليه يوديك على موقع بنترست لو تلاحظوا الآن في المتصفح وما وداني على التطبيق فاليوم رح نحل هذه المشكلة إن شاء الله خلونا نتوجه الآن لطريقة حل المشكلة طريقة حل هذه المشكلة يا شباب بسيطة كل يتحتاجون تسوونها تروحون على الضبط عندكم أو الاعدادات بالجهاز بعد كذا تروحون من هنا على التطبيقات فمن هنا تضغطون على الثلاثة نقاط اللي فوق عليه سار رح تظهر عندكم هذه القائمة تضغطون على التطبيقات الافتراضية فتنزلون هنا تحت رح تحصلون فيه خيار اللي هو فتح الروابط تضغطون على هذا الخيار من هنا هذا الخيار رح يكون مقفل عندكم فاتفعلونا ممكن يكون مقفل عندكم زي كده تفعلون هذا الخيار بعد كذا يا شباب تروحون على التطبيق اللي قاعد يحولكم على المتصفح نفترض الآن عندنا بنترست قاعد يحولنا على المتصفح تروحون عليه هذا هو الآن تطبيق بنترست نضغط عليه بعد كذا تضغطون على هذا الخيار اللي هو انتقالي لعناوين URL مدعومة فمن هنا تضغطون الخيار الأول اللي هو في هذا التطبيق فالآن أي رابط يأتيك خاص في تطبيق من ترست رح يفتح عندكم في تطبيق من ترست فقط وما رح يفتح في المتصفح وبكده يا شباب تقدرون تغيرون اعدادات أي تطبيق بحيث أن الروابط تفتح في نفس التطبيق فقط فخلونا الآن نروح على الواتساب نتأكد هل رح يفتح عندنا في المتصفح أو في التطبيق الآن نرجع على هذا الرابط اللي فتحناه بداية المقطع لو تلاحظوا الآن فتح معي في نفس التطبيق من ترست وما فتح عندي في المتصفح فهذا يا شباب كان شرح اليوم أتمنى أننا استفدتوا منه إذا كنتوا حابين تعرفون أكثر عن التطبيقات اشتركوا معنا في القناة لكل جديد نشوفكم على خير مع السرامة